الوصف OBD2 رمز المتاعب الفني دارة مستشعر موضع تدفق الهواء في الدائرة دائرة متقطعة خاطئة ماذا يعني ذلك يمكن أن ينطبق رمز مشكلة تشخيص المحرك DTC العام هذا على جميع المحركات المجهزة بالديزل OBD2 ولكنه يظهر في كثير من الأحيان في بعض شاحنات شيفي ودوج وفورد وجي أم سي على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة اعتمادا على السنة والطراز وتكوين مجموعة نقل الحركة عادة ما يتم تثبيت مستشعر موضع تدفق هواء الديزل DAAFPS على جسم الخانق المركب على مشعب الصحب أو في أنبوب في تيار هواء الصحب يقوم مستشعر DAAFPS بتحويل حجم تدفق الهواء الوارد إلى إشارة كهربائية لوحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM يتلقى PCM إشارة الجهد هذه لتحديد مقدار الهواء النظيف والمفلتر الذي يدخل إلى المحرك مقابل مقدار الدخول من خلال نظام العادم عبر نظام إعادة تدوير غاز العادم أو نظام EGR عند تنشيط نظام EGR يجب أن تلاحظ PCM حدوث تغيير في تدفق الهواء إذا لم يكن الأمر كذلك فقد يكون هناك خطأ في نظام EGR أو قد يكون هناك خطأ في DAAFPS المعروف أيضا بمستشعر MAF يتم تعيين هذا الرمز إذا لم يتطابق هذا الإدخال مع ظروف تشغيل المحرك العادية المخزنة في ذاكرة PCM حتى لثانية واحدة كما توضح رموز مشاكل التشخيص هذه كما أنها تبحث في إشارة الجهد من DAAFPS لتحديد ما إذا كانت صحيحة عند تشغيل المفتاح الأولي يشير الرمز P02EL ديزل مستشعر موضع تدفق الهواء في دائرة استشعار التيار المتقطع الخاطئ إلى وجود مشكلة متقطعة أو غير منتظمة في دائرة مستشعر موضع تدفق هواء سحب الديزل يمكن أن يكون قد تم ضبطه بسبب مشاكل ميكانيكية تلف مادي للمستشعر نفسه مما يتسبب في حدوث عطل كهربائي أو مشاكل كهربائية دائرة مستشعر DAAFPS لا يمكن تجاهلها في مرحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها خاصة عند التعامل مع مشكلة متقطعة قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتمادا على الشركة المصنعة ونوع محرك تحكم DAAFPS وألوان الأسلاك ما مدى خطورة هذا DTC الشدة في جميع الحالات لن تكون شديدة نظرا لأنها أعطال كهربائية يمكن لام PCM تعويضها بشكل كاف ما هي بعض إعراض الكودي قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P02EA ما يلي ضوء مؤشر العطل مضاء عند سرعة خمول منخفضة محتملة فقط لا يوجد نظام EGR لا يوجد تجديد لمرشح جزيئات الديزل لحرق تراكم السخام لن يحرق السخام خارج محفز DPF ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز P02EA هذا ما يلي فتح في دائرة الإشارة إلى مستشعر DAAFPS من الممكن أن يكون قصيرا إلى جهد في دائرة الإشارة إلى مستشعر DAAFPS من الممكن أن يكون قصيرا إلى الأرض في دائرة الإشارة إلى مستشعر DAAFPS مستشعر DAAFPS الفاشلة المحتملة على الأرجح فشل PCM من غير المحتمل ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P02EA تتمثل نقطة البداية الجيدة دائما في التحقق من نشارات الخدمة الفنية TSB لسيارتك قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص بعد ذلك حدد موقع مستشعر DAFPS على سيارتك عادة ما يتم تثبيت هذا المستشعر في جسم الخانق المركب على مشعب السحب أو في أنبوب في تيار هواء السحب بمجرد تحديد الموقع افحص الموصل والأسلاك بصريان ابحث عن الكشط أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي افصل الموصل عن بعضها وافحص أطراف التوصيل بعناية الأجزاء المعدنية داخل الموصل تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف إذا كان لديك أداة مسح امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة وتحقق مما إذا كان رمز P02EA يرجع إذا لم يكن كذلك فمن المرجح أن تكون مشكلتك هي الاتصالات إذا عاد رمز P02EA فسنحتاج إلى اختبار مستشعر DAAFPS والدوائر المرتبطة به باستخدام مفتاح إيقاف التشغيل افصل الموصل الكهربائي في مستشعر DAAFPS قم بتوصيل سلك أسود رقمي الفولتيمتر بطرف التوصيل الأرضي في موصل ضفيرة أسلاك جهاز استشعار DAAFPS قم بتوصيل الطرف الأحمر من الفولتيمتر الرقمي بطرف الإشارة في موصل ضفيرة أسلاك جهاز استشعار DAAFPS قم بتشغيل المفتاح على المحرك تحقق من مواصفات الشركة المصنعة يجب قراءة الفولتميتر 5 فولت إذا لم يكن كذلك قم بإصلاح الإشارة أو السلك الأرضي أو استبدل PCM إذا نجح الاختبار السابق واستمرت في الحصول على P02EA فمن المحتمل أن يشير هذا إلى فشل جهاز استشعار DAAFPS على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد PCM الفاشل حتى يتم استبدال مستشعر DAAFPS إذا لم تكن متأكداً فاطلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب يجب برمجة أجهزة PCM أو معيارتها حتى يتم تركيبها بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر